وأوضح المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني بأن ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة ذكروا عددا من الملاحظات حول محضر الجلسة السابقة حيث أبدوا تحفظهم على محضر اجتماع الجلسة الأخيرة ومنتهت إليه وبيّنوا أن التزامهم الصمت خلالها لا يعني موافقتهم على ما دار فيها من نقاش جلسة أبدت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة الملاحظات الآتية تحفظت على محضر اجتماع الجلسة الأخيرة ومنتهت إليه وبيّنت أن التزامها الصمت خلالها لا يعني موافقتها على ما دار بالنقاش إنما هو تعبير عن موقفها من استمرار مناقشة المبادئ والثابت والقيم أكدت على عدم قبولها استمرار مناقشة الثابت والمبادئ والقيم ما لم يتم الانتهاء من النقطة المتعلقة بالتمثيل المتكافل للأطراف المشاركة في الحوار وطرح مقتراحتها بشأنها والمذكورة في الورقة المقدمة من قبلهم خلال جلسة اليوم اعترضت على تصريحات وزير حقوق الإنسان بشأن ربط زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب إلى مملكة البحرين بتقدم حوار التوافق الوطني طلب التوضيح بشأن انصحاب جمعية الأصالة الإسلامية من ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية ووجود خمسة أطراف مشاركة في الحوار طلبت إعداد جدول يلخص النقاط التي نوقشت خلال الجلسات الماضية يتضمن النقاط المتوافق عليها وغير المتوافق عليها والنقاط غير المحسومة والتي أجل النقاط بشأنها إلى جلسة تالية فتم الرد على هذه الملاحظات من خلال الأطراف الأخرى على النحو التالي أولا إدارة الجلسة أوضح منسق جلسات الحوار أنهما سوف يقدمان جدول يلخص ما تم منذ بدء جلسات الحوار في عشر فبراير 2013 بالإضافة لما توصل إليه الأطراف في هذه الجلسة والجلسة القادمة باعتبار أن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من الحوار قبل مد معاد الجلسات بعد شهر رمضان المبارك بيّن منسقاء جلسات الحوار بأن إدارة الجلسة لم تستلم أي إشعار من ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية يفيد بانسحاب جمعية الأصالة الإسلامية من هذا الائتلاف وإدارة الحوار غير معنية بما يحصل خارج طاولة الحوار ولا زال المشاركون في الحوار هم أربعة أطراف على النحو الثابت في المحضر أما الحكومة فقد أدلت بالتالي أو ممثل الحكومة بالأحرام تم التوافق مسبقا على أن ما ينتج من الحوار من التوافقات هي توافقات نهائية وبالتالي لن يفرض التوافق ما لم يتم التوافق عليه من قبل الجميع موضوع زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب هو موضوع خارج إطار حوار التوافق الوطني ويتعلق بالحكومة وفي إمكان الجمعيات الديمقراطية المعارضة التوجه بملاحظاتها بهذا الشأن إلى الحكومة الأطراف المشاركة في حوار توفق الوطني هي أربعة أطراف ولم يتغير شيء في هذا الشأن من حق أي طرف أبداء رأيه فيما تم مناقشته في الجلسة الماضية بشأن المواقبادة والثوابت والقيم وطرح ما يريده في هذا الشأن أما ائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية فقد أوضحت التالي ردا على مطرحته الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة موضوع زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب تعنى فيه وزارة حقوق الإنسان وليس محلة طاولة حوار التوافق الوطني اقترحت على الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة الالتزام بتوقيع محاضر جلسات الحوار وأن تبدي كل الأطراف ملاحظاتها بشأنه قبل التوقيع عليه كما معمول به خلال الجلسات السابقة المستقلون والسلطة التشرعية محضر الجلسة هو عبارة عن ملخص يعكس ما جرى ومتخذ من قرارات ووجود شخص واحد يمثل أي طرف من الأطراف في الحوار يعني وجود هذا الطرف بكامل عدده وعدم الدخول في النقاش يعني القبول بما تم فيه وبعد المناقشة والتداول وافقت الحكومة والأتلاف المستقلين على أن تقدم الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة شرحا موجزا حول الورقة المقدمة منها خلال 15 دقيقة من الفترة الأولى من جلسة اليوم على أن تناقش هذه الورقة في الجلسة القادمة ويستكمل مناقشة المبادئ والثابت والقيام في الفترة الثانية من جلسة اليوم في حين أبدت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة أنها ستناقش ما سيتم مناقشته في الجلسة الثانية عند بدايتها فأوجزت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة اقتراحها بشأن التمثيل المتكافع على طاولة الحوار في استبدال أعضاء مجلسي الشورى والنواب بثمانية أعضاء مستقلين من الشخصيات الوطنية بحيث يتم التوافق عليهم بين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وبين اعتلاف الجمعيات الوطنية السياسية ورفعت الجلسة الأولى على أن يتم مناقشة الخيارين في بداية الجلسة الثانية وعند بدء الفترة الثانية من هذه الجلسة عرضها منسقة الجلسات اقتراحا بمد موعد عقد جلسات حوار التوافق الوطني لما بعد شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر حيث توافق جميع الأطراف على أن تكون الجلسة القادمة المزمع عقدها بتاريخ 26 يونيو الأسبوع القادم هي آخر جلسة قبل حلول شهر رمضان على أن تستأنف الجلسات بعد رمضان بتاريخ 28 تسطس 2013 وعقب ذلك أصرت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة على الاستمرار في مناقشة ما جاء في ورقتهم المقدمة في جلسة اليوم وإيزاء ذلك اعترض المستقلون من السلطة التشريعية وإتلاف الجمعيات الوطنية السياسية على هذا الطرح مصرين على المضي في مناقشة المبادئ والثابت والقيم في جلسة اليوم وأبدأ للحكومة من خلال ممثليها موافقتها على ما تبقى من المبادئ والثابت والقيم المثبتة في محظر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ 30 مارس وذلك على النحو التالي احترام حكم القانون احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السياسة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا وبعد البحث والمناقشة أبدأ المستقلون من السلطة التشريعية وإتلاف الجمعيات الوطنية السياسية اتفاقهم حول ما ذكر على بشأن الثوابت والمبادئ والقيام من قبل الحكومة فيما طلبت الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة أن تخصص الجلسة القادمة في فترتها الأولى لمناقشة ورقتهم بشأن التمثيل المتكافئ وفي فترتها الثانية لعادة مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم مع إضافة ما تقدموا به في هذا الخصوص من قبلهم فاقترحت الحكومة أن يتم استبدال وقت الموضوعين بحيث تخصص الفترة الأولى لمناقشة الثوابت والمبادئ والقيم والفترة الثانية لمناقشة التمثيل المتكافئ ووافقت الجمعيات الوطنية الديمقراطية على ذلك وانتهت الجلسة اليوم دون توافق جميع الأطراف على المتكافئ